صفة المحبة في الصفات والجوهر ويتكلم المسيح هذه كلمات في إنجليو حنى صح 17 عدد 21 يقول ليكون الجميع واحدا فينا بيكلم الآب يكون واحدا كما أنك أيها الآب فيي وأنا فيك ليكون واحدا فينا بيكلم بيقول أنه أنا وأنت أيها الآب في اتحاد كامل 100% يريد أن أولاد الله المؤمنين البشر عندما يأتوا يتحدوا روحيا كما يتحد الآب بالابن دي رغبة الله أنه يتحد بينا ويشترك معنا ويوجد فينا لكن يوجد فينا بحسب اختيارنا بمعنى أن الله أعطى للإنسان حرية الاختيار يختار الإنسان ما يريد أنا أستطيع أن أختار هذا الحب أو أرفضه وقصة الإبن الضال اللي تكلمنا عنها تبين وتوضح الحقيقة دي بمنتهى الوضوح الإبن قرر أنه يرفض هذا الحب فخرج من بيت أبوه عندما قرر الإبن أنه يعود إلى هذا الحب قبله أبوه الله يقبلنا بناء على اختيارنا الشخصي الله لا يجبر أحد أن يحبه أو يجبر أحد أن يعبده الذي يجبر أحد أن يعبده هذا إله غير حقيقي الذي يجبر أحد أن يحبه هذا إله غير حقيقي لأنه عنده نقص لكن الله الحي الحقيقي شبعان بنفسه عندما أحبه يكون رد فعل للحب الإلهي الذي أنا أدركته فعلشان كده أنا حبيته الله يريد أن يتحد بنا مش لأنه عاوز شيء مننا لكنه عاوز يعطينا كل الحب وهو جه أخذ المبادرة وجه التحد بنا في رسالة العبرانيين أصاح 2 وعدد 14 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم و الدم يعني إحنا لنا جسد اشترك هو أيضا فيهما أخذ لحم و جسد لبس جسد عشان يبقى زينا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت الحبودية إحنا كنا عبيد من محبته جه اشترك معنا علشان يحررنا عزيزي المشاهد تقبل الحرية هذا اختيارك تقبل الحب هذا اختيارك ترفض هذا اختيارك لن يجبرك لكنك تحتمل وتتحمل نتيجة اختيارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر